ضمان المبلغ ده اللي هو شهادات إداعة أو وديعة بياخد فوائد وبيعمل قرد بيشتري بالعربية يا دي معاملة مركبة لكن أنا يعني أدعوني يكون العربية أو السيارة تتوسط في هذه المسألة يعني بحيث السيارة مثلا لو هيخدها من البنكي بخلص خلص توسطت السرعة ولا ريبة في هذه الحالة لكن عشان يلجأ مثلا يضع وديعة وبعد كده أساسين يخد قرد وبعد كده يروح للشركة اللي هتيدل السيارة يعني ما يدحكش علينا بحكاية إن إيه الضمان الكرد في النهاية هو قرد حلص الكرد حرام لو ما فيش حالة ضرورة قصر العلم قاله كده صحي كان يا فن؟ بالضبط فإذا هو يحاول فعلا زيما فضلتك قلت توسط السيارة في النص يبقى إيه ده ما باشتريم مش فلوس بفلوس يعني يا أساز علي لكن في سلعة تتوسط في النص اللي هي اللي هي السيارة بالضبط أو لو احنا قلنا إن ده مش هيعتبر كرد لكن أساسا عقد تمويل عقد التمويل واحد واخد بفلوسة عشان يمول شراء السيارة ده لوجهه تاني قرص يعني يبقى مش هيخش ما يش هيدخل في ناحية الحرمة آه تمام إلا إذا كان بقى حالة ضرورة قصوى وطبعا دي بقى أنت كلها تقدر بقدريها أستاذة هندي بتقول هي ستة كبيرة عندها مبلغ من المال ترجمة نانسي قنقر